لنذهب لألغاز مستقلة من المطورين Versus Evil وجو كاي ستوديو يحاولوا يسترجعوا صحر اللعب الرعب والبقاء مثل كلاسيكية Silent Hill اللعبة بتتكلم عن دانيل عمالي وقتشب أصرع عائلته المخفية وتاريخ البلدة Aspen Falls أجواء اللعبة طالع من أريحة Silent Hill وده لأن العمل الموسيقى هو أكيرا ياموك العمل كل مزيكة Silent Hill بس برضو Stray Souls بتواجه صعوبة في الحفاظ على التوتر والرعب مع تقدمك في اللعبة في لحظات جميلة ومخفية بس أبي يجي وراها حتة مقرارة مملة جدا الشخصيات الرئاسية زى دانيل ومارسة تعبانة على الآخر ودوافعهم وفعالهم غير منطقية ومصطنعة جدا المحادثات بين الشخصيات حاجة بلاستيك مبتزدة بالنسبة للقصة مركزة على كشف تاريخ عائلة دانيل وده مؤثر بشكل كبير في تطور القصة والشخصيات من غير أبطال متطورين بشكل جيد أو قصة تصير الاهتمام بشكل كامل بنضيع ستري سولز فلستها بتقديم القصة بطريقة مضبوطة مع أن أس بن فولز البلدة معمولة حلوة وأجواء الضباب والشوارع المزلمة والكايبة معمولين حلو جدا بس المكان نقصه صلة أعمق بسرد القصة وخصوصا عن الطائفة من الآخر كده فشلت ستري سولز في الاستفادة من مصادرها بالكامل والآماء الوضع ضيعوا حبكة الرعب والوطيرة الشبيهة في سايلان تيل لأن الوطيرة الضعيفة والكتابة لأي كلام للشخصيات وغياب سرد حاجات كثيرة عن الأماكن والشخصيات والتنفيذ بيسيبك وانت في عد كده معرفتوش أنا في رأي الحاجة الوحيدة الصح اللي عملوها انهم ما جابوا أجيرة يا موكة اللعبة متوفرة على اكس بوكس وان اكس بوكس سيريز و بي سي 30 دولار كان معكم أحمد زوم على قناة مانجا سيكستي فور بوابتكم لكل ما يخص عالم الفيديو جيمز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر